في كل حلقة ماشيين مع بعض مع أربع أبطال احتياجاتك وشخصية الظل والقناع شخصية صادقة احتياجاتك المشروع اللي منحقك تلبيها شخصية الظل الجزء اللي في شخصيتك اللي انت خايف منه ومش عايز تتعامل بيه لأنه مش هيحقق لك احتياجاتك ثم القناع الوش اللي بيتلبس شخصية بيعيش بيها البني آدم هي عكس شخصية الظل بيلبس القناع ده عشان يعرف يحقق احتياجاته شكلية القناع ده ان ظاهرك بيبقى غير باطنك بيبقى الانسان بيدعي بعض التصرفات وبيحرموا القناع ده منه يكون متسق مع نفسه بيبقى مرهق ومؤذي للحواليه أما الشخصية الصادقة شخصيتك الأصلية اللي فيها المميزات والخيرات اللي ربنا خلقها اللي بيها تعرف تلبي احتياجاتك ومتسق ظاهرك زي باطنك فتعيش صادق وتترقى في مراتب الصديقين وتبعث يوم القيامة مع الصديقين صاحب قناع النهاردة عنده احتياج التأدير وجني الاحترام من اللي قدامه وحماية نفسه من ان حد يظلمه اللي احتياج ده بيقابله جواه حاجة بيخاف منها عنده شخصية تراكمت كده انه لو ما طلبش بحقه باستمرار محدش هيديله حقه ولو ما فرضش على الناس انه يفكرهم بحقه الناس هتنساه فاملابس قناع اللوام اللي بيستخدم اللوم كتكتيك وكأنه جاهز دايما بالعتاب والتبكيت لجني الاحترام وجني التأدير قناع اللوم ده قناع في منتهى الارهاق على صاحبه وأكتر على اللي حواليه هو بيدور على التأدير وهيضيع التأدير بسبب القناع ده لو عايز تعرف انت عايش بالقناع ده ولا لأ هقولك على ثلاث حاجات بيعملهم تهويل وتهوين وطول الجدال تهويل المواقف اللي بتحصل في حقه وبيديها عنوين كبيرة يعني لو مرة واحد اتأخر عليه يبقى انت مش بتحترمني وبعدين الصحابة ما كانوا يش يقولوا كده الصحابة كان يقولوا ان من الفتوة ان تعفوا عن زلة اخيك ومش قاصد ده مرة عامل حاجة زي كده بس في شخصية ظلن خايف منها لو ملومتوش ممكن يكررها فلوم وهول الموضوع وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من جاري السوق الذي اذا رأى حسنة ستراها كل تاريخ صاحبك حبيبك اللي جدع معك راح واذا رأى سيئة نشرها كبرت لما في يوم الايام يتقالوا كلمة ممكن هزارة سخيفة والله ما كان يقصد عتاب رهيب وتهويل انت مش مقدرني ومش محترمني وجيت علي وظلمتني واحدة واحدة لكنه كأنه تكتيك عشان قطم ان انا هتقدر الحاجة التانية اللي بيعملها صديقنا اللي لابس قناع اللوام انه بيهون من اعذار اللي قدامه سواء غصبني عني عشان الطريق والله ما كنتش اقصد ان انا نسيت اعزمك في المناسبة دي من كتر اللهوجة اللي كنت فيها والزحمة اللي كنت فيها والله ما كنت اقصد اقول الكلمة دي انا كنت بهزر عايزة دحكك التهويل والتقليل من اعذار اللي قدامه لكن الاصعب من كده هو طول الجدال لما اللوم يطول قوي لما قلوم وبعدين انت تعتذر وافضل دايس عليك وانت عارف اللي لابس قناع اللوام ليه بيطول في الجدال لانه عايز تطمن فكل ما لومك انت هتعتذر فانا تطمن انك انت مقدرني فقم دايس تاني في اللوم فانت تقولي حقك علي فاتطمن ان انت مقدرني الاسف الشديد القناع ده بيطرد الحب ويطرد العشرة ويطرد المواد ده من الشباك اللي هي الاحتياج اللي بيدور عليها اللي لابس القناع ده فلبس القناع بحثا عن التقدير وهتشوف دلوقتي الخسائر اولها ضياع التقدير اشتركوا في القناع